قوليلي أهم دور انت شايفة انو نبقى نجحنا لو حققنا او رسالة نبقى وصلناها من خلال المقطع هو احنا بنقول ان احنا يعني من خلال الفن اللي بنقدمه طبعا بنقدم حلول لان احنا مش بنقدم بس مجارد اللي هو فيزيكال وورك اللي هو الاعمال العادية اللي هي زي لوحات ومنحوتات لا بنقدم برضو اجمانتد رياليتي فيرشوال رياليتي افلام فيديو فيديو ارت بنقدم برضو بنقدم ده كل الرسائل اللي ممكن تكون بتخدم الهدف بالضبط فبنقدم من خلال كل الحاجات دي افلام موسائقية فوتوغرافية فبنقدم من خلال الحاجات دي رسائل ان احنا رسائل ومعالجات وحلول للتغير المناخي ازاي ان احنا نقدر نقدم من خلال الفن حلول المشكلة طب يا شارين دايما يقولوا كده الفن التشكيلي صعب الفهم صعب نفهمه بسطتوها ازاي للناس ده الفن التشكيلي حتى دايما يقولوا ده اللغة عالمية يعني انتي ممكن تكون انا مثلا بتكلم سيني وتكلمي عربي بس هنقدر نفهم بعض من اللوحة هتجمعنا هل الثقافة او بتساعد الواحد انه يقدر يقرى الفن افضل انا انا دي مش عايزة كلمة اه طبعا مش عايزة كلمة هو حتى ليه الفن الدوره مهم ليه مهم لان الفن بيخلي عند المواطن او الانسان وعي قدر معين من الثقافة والزوء فطبعا انت ما يبقى ده يعني بترتقي منرتقي بالانسان دي بقى عندك وعي عندك ثقافة عندك زوء اكيد دي مش عايزة كلام انتي نفسك كإنسانة ترتقي اه انتي نفسك كإنسانة هتبقى مش عايزة تلوث بيئتك انتي نفسك هتحاسي ان انتي لأ مش عايزة شوى حاجة جميلة نزور لان انا عندي خلاص انا قلريدي مزرورة جواي زوء الجميل وثقافة اكيد اكيد مش احب ان انا الوث بيئتي او ان انا اكون بساهم في ان انا اخرب مثلا او ان انا يبقى سبب خراب البيئة من حوالي او الارض بشكل عام